في هذا الفيديو سأأخذك في رحلة إلى أبا جديات الملاكمة فإذا كنت جديد في الملاكمة سأخبرك بكل شيء يجب عليك معرفته لتبدأ اسمي توني جيفري ملاكم متوج في الألعاب الأولمبية وبطل أوروبي سابق وحاصل على البطولة الوطنية سبع مرات وغير مهزوم ومرحبا في قناتي الخاصة لقد درت العالم خلال السنوات الماضية أعلم مدربي اللياق البدنية كيف يعلمون الملاكمة لعامة الناس عملت مع مئات المدربين هنا في هذا النادي وكذلك الألاف من الأشخاص عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي كيف تلاكم لذلك لدي خبرة في مجال الملاكمة إذن عندما تذهب للملاكمة أول شيء عليك معرفته هو ما هي طريقة الوقوف التي تناسبك اليد اليسرى أو اليمنى إذا كنت يسار يجب أن تقف وساخك اليمنى إلى الأمام واليسرى إلى الخلف أما إن كنت أيمن مثل أنا وكأغلبية الناس ستقف ويسارك إلى الأمام واليمنى إلى الخلف تسمى الوقفة الأورثوتوكسية والأخرى تسمى وقفة الساوث باو لذلك سأعلمك الوقفة الأورثوتوكسية الآن هنا يجب أن أرى ساخك اليسرى إلى الأمام ساخك تلتفت إلى الواحدة بعد الزوال والخلفية الثانية بعد الزوال الآن أريدك أن تتخيل خطا على الأرض فتصبح لديك ساق في هذا الاتجاه والأخرى في هذا الاتجاه دائما يجب أن تكون كل ساق في اتجاه ولا يجب أن تكون ساقاك على نفس الخص سأخبرك لماذا بعد قليل الشيء التالي يجب أن تكون ركبتك منحنية قليلا بهذه الطريقة لا يجب أن تنخفض إلى وضعية السكوات أو لوقوفي تماما أما الجسم العلوي لا يجب أن تكون مربعا أو هدفا كبيرا واضحا يجب أن يكون كتفي هنا في وضعية متوازية مع ساقي ليس هكذا أو في هذه الوضعية أنت هنا كما قلت في نفس اتجاه الحزام بهذه الطريقة المرفقين المرفق إلى الداخل واليد إلى الأعلى على الوجه يدك اليمنى أمام خدك واليد اليسرى أمام الوجه بهذه الطريقة إذن هذه وضعية الملاكمة إذن سنتقل للعمل على التحرك التحرك إلى الأمام الخلف والجانبين طبعا عندما تتحرك إلى الأمام ولا يهم إن كنت أيمن أو أشول لذلك يجب التقدم بالساق الأمامية وعند الرجوع إلى الخلف تعود بالساق الخلفية أخطول الأمام أخطول الخلف أخطول الأمام أخطول الخلف لا أريد التحرك 20 أنشا بهذه الساق و30 أنشا بهذه الساق دائما بتناسق يجب أن نحافظ على نفس المسافة بين ساقي وعند التحرك إلى اليسار الساق اليسرى أولا وعند الذهاب إلى اليمين اليمنى أولا حافظ على ذلك الخط دائما وهذه التحركات الأساسية الآن اللكمات الأساسية اللكمة الأولى التي يجب عليك العمل عليها هي يدك الأمامية وهنا هي يد اليسرى وندعوها لكمة مباشرة أو رقم واحد وتكون هكذا تأتي من أمام وجهك إلى الأمام وإلى الخلف مع إدارة حزامك ويجب الزفير معها مطلوقة بالكامل يجب أن تلكم وتدير معصمك في النهاية والتصويب مباشرة أمام وجهك لا نقوم بهذا هنا وهناك إلى الأمام مباشرة اللكمة التالية هي رقم اثنان المباشرة اليمينية اليد الأقوى وطريقة إلقائها تأتي من الوجه إلى الأمام مع إدارة الحزام مع الزفير عندما تدير حزامك ينها تتولد قوة اللكمة ابقي ذقنك إلى الأسفل سيصبح ستين بالمئة من وزن جسمي على الساق الأمامية قدمي الخلف مرتفع وحزامي متوازي اللكمة التالية ستكون اللكمة الجانبية أو رقم ثلاثة فعند إلقاء واحد اثنان ستصبح في وضعية مثالية لإلقاء لكمة جانبية إذن الطريقة الصحيحة نلقي واحد اثنان بمجرد أن تعود اليمنى إلى مكانها ستخرج يدك الأمامية بحوالي 90 درجة والأبام لأعلى الآن هذه مرتك الأولى سوف تشعر بالغرابة فلا تقلق فالجميع سيشعر بالغرابة أيضا لذلك لا تقلق يمكنك التمر عليها حتى تصبح مرتاحا أكثر إذا توقفت هنا فسأضع وزني على الساق الخلفية ب60% وقدم الأمام مرتفع على الأرض حزامي مستدير وجهي إلى الأمام وذقني إلى الأسفل والمعصم أمام وجهي أو بعده قليلا واليمنى هنا الآن ما سنفعله هو إضافة لكما أخيرة ستصبح مجموعة واحد اثنان جانبية اثنان إذن سألقي واحد اثنان جانبية ما سأفعله هو إعادتها إلى وجهي حين ألقي الثانية واحد اثنان جانبية اثنان كل هذه اللكمات عندما تعود واحدة عندها تخرج اللكمة التالية ليست هكذا واحد اثنان إنها واحد اثنان حين تعود هذه تخرج الأخرى واحد اثنان ثلاث اثنان ومن هذه النقطة يمكننا البدء التحرك إلى الأمام إلى الخلف إلى اليسار إلى اليمين واحد واحد اثنان واحد اثنان ثلاث اثنان الممارسة وهلم مجر الآن أنا أتحداك للقيام بجولات بدقيقتين التحرك في الأرجاء والقيام بملاكمة الظل ستشعر بالغرابة لكن لا تقلق فالجميع يشعروا بذلك عندما يبدأون إذن هذه أساسيات الملاكمة تمر ومارس وتمر لتطوير مستوك أصدقائي إذا استمتعتم بهذا الرجاء الاشتراك في القناة التي سأعلمك من خلالها الكثير من تقنيات الملاكمة وكل شيء له علاقة بالملاكمة فإذا أعجبك هذا اشترك في القناة الآن سأقوم بالعديد من الفيديوهات المماثلة وبمجرد إتقان الأساسيات يمكننا العمل على تقنيات متقدمة شكرا للمشاهدة